فإذن هذا التقديس هو جزء من الخلاص الكامل إنه كمان إحنا تقدسنا بدم المسيح طبعا بدم المسيح على الصليب فالسؤال طالما إنه الرب قدسنا بعمل المسيح الكفار على الصليب هل انتهى العمل أم ما زال يقدس في كنيسته أو في شعبه؟ لو انتهى عمل المسيح فقط عند الصليب ما حدش يقدر يكمل الرحلة ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل مش بس في رعايته لكننا نحن بتكلم في موضوع القداسة والنقاوة اللي بنعيش فيها فلزال الرب كل يوم يستخدم وسائل إلهية لكي نعيش حياة النقاوة فقدسنا مرة بالصليب وبسموها المفسرين القداسة الشرعية مأمنا قدام ربنا دخلنا جوى المسيح لكي يرانا فيه قدسين وبلا بلا لوم وبلا لوم دي القداسة الشرعية مكاننا يعني يعني احنا قدسين نعم القديس الليئة والقديس نزار طبعا طبعا ليس لأني أنا وحضرتك عملنا حاجة فاحنا خطات نعم أنا ذا بالاسم صورت لكن عندما قابلنا الاختسال بدم المسيح عندما قابلنا أن نلبس رداء المسيح يا أخ نزار الله الآب يرانا في هذا الثياب قدسين وبلا لوم وقدامه في المحب لكن لازال كل يوم يعمل حاجات جديدة مثل إيش واحد أول حاجة يستخدم معانا مياه روحية اسمها الكلمة وهذه الكلمة هي تنقينا يوميا أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به والرسول بوليس في أفسوس خمسة خمسة وعشرين وستة وعشرين بعدما يقول أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها إزاي لكي يقدسها بغسل الماء بالكلمة كل يوم المسيح عشان كده ليه ربنا سايب الكتاب المؤدس بين إيدينا مش بس عشان نقراك معلومة لكن ناخد شاور نتحمم بيه أحبائي وعلى فكرة المؤمن الذي لا يتحمم يوميا بماء الكلمة مؤمن يعيش في قضارة ومؤمن يعيش في عدم نقاوة واحد يستخدم الكلمة لكي ينقين يوميا محتاجين نقراها رقم اثنين قال المسيح في صلاته في يحنى 17 للآب ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونهم أيضا مقدسين في الحق المسيح خصص كلمة يقدس يعني يخصص المسيح في السماء الآن لأجلنا يعالجنا يشفع لأجلنا يرثل ضعفاتنا يأخذ بأيدينا فنخلص بحياته الشفاعية موجودة في السماء لكن أقول شيء أخير كمان تاني يستخدم التأديب يستخدم التأديب ما حدا بيحبها الكلمة هاي لكنها ضرورية لما نروح لعبرانين 12 أخ نزار أن كل من يحبه الرب يؤدبه وقال له كده وكابن يؤدبه أبوه فعندما أنا بتكلم بقى على المؤمنين دلوقتي عندما يستمرئ المؤمنين الضعف ويستلزوا بالضعفات والخطية ومش نفعل وعظات ولا المؤتمرات ولا الفضائيات يضطر الرب أن يستخدم التأديب والكتاب يقول لنا في عبرانين 12 آية حلوة يؤدبنا لكي نشترك في قداسته موسيقى 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 موسيقى